رفض الخيار العسكري وتوجيه البوصلة نحو الحل السياسي هو أبرز ما دعا إليه البيان الختامي لمؤتمر برلين المكون من 55 بندا وبمشاركة 12 دولة إلى جانب مشاركة وفد المجلس الرئاسي الذي يضم وزيري الخارجية والداخلية ووفد حفتر المكون من أبناء عمومته في اجتماعات جانبية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وآخرين لعل الجديد في هذه البنود هو ترشيح السراج وحفتر ممثلين لهم في اللجنة العسكرية 5 زائد 5 لضمان احترام وقف دائم وفعال لإطلاق النار وتشكيل لجان تقنية لضبط ومراقبة تطبيق وقف إطلاق النار إلى جانب التزام المشاركين بعدم التدخل في النزاع المسلح والشؤون الداخلية لليبيا ووضع آلية لفرض العقوبات على من ينتهك هذه القرارات أما سياسيا فقد حثى المجتمعون جميع الأطراف الليبية على إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات حرة وشاملة وإنشاء مجلس رئاسي فاعل وتشكيل حكومة موحدة وشاملة وفعالة من مجلس النواب ورغم ضآلة سقف توقعاتها قبيل المؤتمر تقول ميركل عقب اختتام المباحثات إن مؤتمر بلين وضع مسارا جديدا ليكون بارقة أمل للليبيين بهدف الإسهام بشكل كبير في دعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن هناك هدنة وليس هناك وقف لإطلاق النار وأن المشاركين التزموا بالضغط للتنفيذ ذلك قائلا إن الخطوات المقبلة ستبدأ بتعيين طرفي الصراع ممثلهما في اللجنة العسكرية بعد أيام وبدء المشاورات للعودة للعملية السياسية أما وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو فقد أكد في تصريحات صحفية أن مؤتمر برلين شهد تقدما ملحوظا من أجل المضي في وقف كامل لإطلاق النار في ليبيا معربا عن أمله في إعادة فتح منشآت النفط الليبية كنتيجة للقمة تأكيدات مؤتمر برلين وإن شابها بعض الغموض والتحفظ إلا أنها إجمالا لن تصب بالطبع في صالح دعاة الحسم العسكري كما يقول كثيرون فهل سيلجم مؤتمر برلين هذه المرة التدخلات السلبية في الأزمة الليبية ويدفعهم نحو دعم الحل السياسي ترجمة نانسي قنقر